الحزن معدي والفرح برضو معدي دي كلمات بسيطة بنقولها يوميا بس علشان نتأكد من صدقها لابد ان احنا نختبرها علميا ومعمليا وعلشان نعمل الابحاث العلمية من النوعية دي لابد ان تحكمها الاخلاق بنقاف يعني حتى الابحاث العلمية هنحكمها اخلاقيا الاجابة ايوة اهلا وسلا بحضراتكم البحث اللي احنا هنطلع عليه النهاردة في رأيي الشخصي واحد من ضمن الابحاث الخطيرة جدا واتمنى ان انا اقدر اعرف اوصل لكم درجة الخطورة بتاعة البحث ده البحث ده 12 سنة 2014 في مجلات علمية محترمة وقاموا به مجموعة من العلماء في امريكا من معاهد بحثية مختلفة على رأسهم جامعة كورنال واحدة من كبرى الجماعات في امريكا هشرح البحث ببساطة كالعادة علشان اوصله لاكبر قادر من المشاهدين علشان كلنا نستفيد مع بعض العلماء دولا كانوا بيتساءلوا عن سؤال بسيط جدا الى اي مدى المشاعر ممكن يحصل لها النوع من انواع العدوى او الانتشار او ان الناس تتأثر بمشاعر بعضها البعض من خلال السوشيال ميديا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقرروا انهم يروحوا للفيسبوك ويعقدوا معاه اتفاقية بمضمون البحث ده البحث ده اتعمل ازاي؟ اتعمل عن طريق العلماء برضو الفيسبوك والمختصين جوا الفيسبوك انهم اختاروا حوالي 700 الف شخص كان العدد بزبط 689 الف شخص من المشتركين المنتظمين على الفيسبوك وعلشان نطمن نفسينا كانت غالبيته من الناس اللي بتتكلم انجليزي تم اختيار العينة دي العينة العشوائية دي وعن طريق مقاييس علمية معينة في تحليل البيانات قدروا انهم يحددوا مستويات المشاعر المختلفة ل700 الف شخص دولار قدروا يحددوا فلان ده يميل اكثر للاكتئاب ده مبسوط شوية ده سعيد ده حزين الى اخره حللوا الالفاظ اللي الناس بتكتبها حللوا نوعية البوستات اللي الناس بتطلع عليها حللوا اللايكرايت حللوا كل شيء المشتركين دولار بيعملون ده كان الجزء الاول من التجربة الجزء الثاني كان انهم اتفقوا مع الفيسبوك انهم يتحكموا في نوعية البوستات او نيوز فيد اللي بيطلع عليها المشتركين دولار بحيث انهم يوجهوا نوعية معينة من البوستات سواء ايجابية او سلبية للمشتركين دولار ويقيصوا مقدار تأثر المشتركين ومقدار تذبذب المشاعر بتاعتهم بعد اطلاعهم على البوستات دي وكلمة من ضمن الكلمات الموجودة في البحث وان كنت يعني انا مش فاهمها كويس او يعني انهم قاسوا تأثر المشتركين بالبوستات دي بعديها بسفرال دايز يعني بعد عدة ايام من نشر البوست فكانت انهم موجهوا للناس على مستويات مختلفة بسطات اقل ايجابية او بسطات اقل في السلبية بتاعتها يعني بسطات اقل في المشاعر الايجابية او المبهجة بتاعتها وبسطات تانية اقل في المشاعر السلبية او الاكتئابية او التشاؤمية او المشاعر اللي بيغلب البسطات اللي بيغلب عليها مشاعر من مشاعر الحزن خلي بالكم هما بيحاولوا يكونوا مهذبين في اختيار الألفاظ بتاعتهم ما قالوش بسطات أكثر إيجابية أو بسطات أكثر سلبية وقاسوا النتيجة على المشتركين وتأثير البسطات دي على المشتركين كانت النتيجة أنه كانت فيه تأثير واضح جدا على نوعية المشتركين دي المشتركين اللي خضعوا للتجربة دي بمعنى أن الناس التي تلقت بسطات أقل في الإيجابية أصبحوا أقل إيجابية والناس اللي تلقت بسطات أقل في السلبية أصبحوا أقل في المشاعر السلبية بتاعتهم خلي بالكم زي ما قلت أنهم بيستخدموا ألفاظ مهذبة بمعنى تاني وأتمنى أني أكون دقيق في المعنى ده أن الناس اللي تلقت بسطات أقل في الإيجابية أصبحت مشاعرهم سلبية أصبحوا يعني تأثروا سلبيا وأصبحوا كده في مشاعر سلبية أو مشاعر اكتئابية والناس اللي تلقت بسطات أقل في السلبية أصبحت أقل سلبية يعني بيئت مشاعرها أفضل أو متاميل نحية التفاؤل أو نحية البهجة الكلام ده عن طريق تحليل تفاعلات المشتركين وعن طريق البوستات اللي هما شيروها أو البوستات اللي هما كتبوها أثناء التجربة أتمنى أن أكون أوضحت كده التجربة ببساطة أنا هنشخ لحضراتكم اللينك بتاعها وحضراتكم أتمنى أنكم تقدروا تطلعوا عليها وأتمنى دلوقتي أن تكونوا حضراتكم أدركتوا قد إيه خطورة التجربة دي قد إيه ممكن أن مشاعرنا تتذبذب بدون وعي مننا وكلمة بدون وعي دي الكلمة اللي استخدمها العلماء في مقدمة البحث بتاعتهم قالوا كده بصريحة العبارة أن تمت التجربة دي وتمت التلاعب بالمشاعر كلمة التلاعب دي من عين دي أنا وإن كانت موجودة في البحث بغضل التلاعب بالمشاعر بتاعتهم بتاعت المشتركين اللي على الفيسبوك بدون وعي منهم بيقولوا كده بصريحة العبارة في البحث ده خلوا الناس تختبر نوع من أنواع المشاعر بدون وعي منهم يعني التلاعب بالمشاعر بتاعتنا بدون وعي مننا خلي بالحضراتكم أنا هنا مش بتكلم على أني إزاي الفيسبوك ممكن يوجه التوجهات السياسية بتاعتنا أو يقود تجاه فكرة معينة أو أرديولوجية معينة أو فكرة عقائدية معينة وإن كان ده موجود في الألغوريثم بتاع الفيسبوك ولاقى انتقاد من بعض المؤسسات العلمية والمؤسسات حتى السياسية في العالم كله لكن أنا دلوقتي بتكلم عن موضوع موثق موضوع بحث علمي موثق إن علماء بالاتفاق مع الفيسبوك قدروا إنهم يعملوا نوع من أنواع المانيبيليشن نوع من أنواع التلاعب في مشاعر الناس اللي بتقرأ البسطات دي وبالمناسبة كمان هم علقوا إن قد يكون هناك نوع من أنواع معامل الارتباط ما بين المشاعر والحالة الجسمانية يعني مش بس في تأثير للحالة النفسية لا ده كمان قدروا إنهم يقيصوا ارتباط مع الحالة العضوية لمتلقي المشاعر دي سواء إيجابيا أو سلبيا اللي لحظوه كمان لعلماء إن التأثير التأثر بالمشاعر المنشورة أو البسطات أو الأخبار المنشورة بيتم بدون أن أنا أشوف مشاعر الشخص الأدامي يعني من خلال التكست فقط ومن خلال توجيه البسطات إدروا إنهم يخلوا الناس أقل إيجابية أو أقل سلبية أو بأسلوب بسيط إن الناس تتحسن الحالة المزاجية بتاعتها أو تسوق الحالة المزاجية بتاعتها لما بدأت الفيديو قلت إن مهم إن العلم علشان نعمله التجارب العلمية بتاعته يكون محكوم بالأخلاق واحدة من المبادئ الأخلاقية المهمة جداً اللي بتحكم أي تجربة علمية وهو إن يتم التجربة بناءً على بناءً على إقرار موافقة حرة مستنيرة إنت موافق إنك تغضع للتجربة دي ولا لا المبادئ العلمية الأخلاقية دي تم الاستقرار عليها من السبعينات من سبعينات القرن العشرين لكن دلوقتي في القرن الواحد وعشرين في 2013 و2014 ممكن تتعامل علينا أبحاث بدون وعي مننا وبدون رغبة في الاشتراك في البحث من أساسه فتم انتهاك فكرة موافقة الحرة المستنيرة للناس المشتركة في البحث المبدأ الأخلاقي التاني وهو مبدأ مهم جداً وده حتى موجود في الممارسة الطبية بتاعتنا إنك لا تسبب أذى To do no harm يعني ما تسببش أذى للشخص الخاضع للتجربة بتاعتك فما بالكم بقى وهم تلعبوا بمشاعر الإنسان والقصة مش في المشاعر السلبية فقط يعني مش في القصة إن أنا أدخل بمشاعر إيجابية فهو يحط لي بوستات سلبية فأنا أطلع مكتئب فأنا كده تسبب لي في أذى لا الأذى كمان حتى في المشاعر الإيجابية لأن أنا ما كنتش عايز المشاعر الإيجابية دي وإنت زرعتها في عقلي وزرعتها في وجداني بدون وعي مني زي ما هم قالوا بصريح العبارة وبدون موافقة مني أنا ما كنتش موافق فأوعد تفتكروا إن ممكن يبقى البحث أخلاقي لو أنا بحط لك مشاعر إيجابية فقط لا حتى بالقصة دي هو تسبب في نوع من أنواع الأذى دول مبدئين بوساط تم انتهاكهم في تجربة علمية وحيدة منشورة قدامنا لغاية دلوقتي وقد يكون في تجربة تانية اتعملت وإحنا لم نطلع عليها بعد أو أنا ما طلعتش عليها وقد تكون لها تأثيرات مدمرة أكتر من كده البحث ده لما 12 في 2014 أثار ضجة رهيبة أثار ضجة رهيبة في الأوساط العلمية وفي الأوساط الأخلاقية في أوروبا وأمريكا برضو على مستوية أنا ملأتش أي نوع من أنواع الضجة ديعة في مصر أو في الشرق يعني أو في الكتابات العربية لكن في كل الأحوال الناس بتنتسائل ممكن كده يعني تعملوا علينا تجربة بدون ما تاخدوا إذننا ممكن كده تتحكموا في المشاعر بتاعتنا بدون ما إحنا نبقى عايزين أو بدون وعي مننا الخلاصة إن في أبحاث خطيرة جدا بتتعمل علينا ولا بد إن إحنا نبقى وعيين الخلاصة إن محتاجين إن إحنا نبقى مركزين وإحنا بنقرأ إحنا بنقرأ ده لي بنقرأ البوست ده لي نبقى مركزين في البوست ده وصل لنا مشاعر إيه نبقى مركزين إن إحنا محتاجين نركز كمان في الحاجات اللي إحنا حنكتبها إلى أي مدى ممكن إنها تؤثر في الناس المحيطة بينا يعني على ننطق واسع الكلمة اللي أنا بقولها والفكرة اللي أنا بقولها والمعلومة اللي أنا بقولها بتأثر على نطق واسع أبقى واعي الأخبار دي أخبار إيجابية حقيقية ولا كدب والأخبار التشاؤمية اللي بتنتشر والأخبار الاكتئابية دي حقيقية ولا كدب وهل مقصود إنها تنتشر أخبار إيجابية أو تنتشر أخبار سلبية ولا لا وأختم بسؤال أخير وهو دلوقتي إحنا محتاجين نعرف إلى أي مدى إحنا أحرار إلى أي مدى أنا حر تجاه مشاعري وتجاه أفكاري إلى أي مدى أنا حر إن أفكاري ما بتدغسلش أو بيتم زرع أفكار معينة فيها أو مبادئ أو أخلاقيات أو أرديولوجيات مختلفة هل أنا بالفعل أنا متحكم في القصة دي ولا أنا بيتلاعب بي بدون وعي مني أتمنى من كل قلبي إن أكون عرفت أوصل لحضراتكم فكرة البحث ده وأتمنى إن أكون كده يعني نورت ضم حمراء وضقت جرس إنظار إن إحنا محتاجين مزيد من الوعي تجاه الحاجات اللي إحنا بنعملها بشكل طلقائي شكرا لحضراتكم وبرضو سلامتكم ألف سلامة شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم